السلام عليكم لطريقة شبلي اسمي سود عندنا هنا مصفوفة بناخد منها رقم كبيفوت وناخد هنا مثلا رقم واحد وبعدين بنبدأ مصفوفات جديدة فاول رقم خالص بنحطه هو رقم بيفوت اللي كدناه فبنحط واحد على البيفوت يعني هنا البيفوت بواحد فنحط واحد على الواحد وبعدين نجيب الرقم اللي معه في نفس الصف والارقم اللي معه ونفس العمود اللي في نفس الصف موجودهم ازاي بنقسم الرقم اللي موجود على سالب البيفوت يعني هنا مثل اثنين اثنين على سالب واحد فاططلع سالب اثنين على الواحد و كذلك 3 على سالب واحد song causing 3 3 على واحد الأرقم المقاعدة صفوف نفس العمود نقسمهم على الرقم نفسه الرقم البيفوت نفسه مش السالب بتاعه فالربعة على الواحد والسبعة على الواحد زي ما هو ظهر هنا ايه في المصوفات الجديدة كده احنا جبنا الصف والعمود والرقم نفسه بقى بقى الرقم بقى اللي معاه في نفس المصوفة قدر بنجيبهم ازاي؟ عايزين مثلا نجيب في المصوفات الجديدة الرقم اللي مكان الخمسة فبناخد الخمسة ناقص اتنين فاربعة على الواحد زي ما هو مكتوب هنا كده الرقم ناقص الرقمين اللي بيعملوا معهم اص على البيفوت تمام؟ فهنا الخمسة ناقص اتنين فاربعة على الواحد يبقى الخمسة ناقص تمانية يدينا سلب تلاتة سلب تلاتين ايه وكذلك الستة ستة ناقص تلاتة فاربعة تلاتة فاربعة على الواحد يعني هي تلاتة فاربعة فستة ناقص اتناشر هيدينا سلب ستة زي ما هو زر هنا وهيكذا نجيب الرقمين البقائين نخش مثلا على البيفوت التاني اللي هناخده هنفروب ناخد تلاتة بيفوت عشان في المصوفات تلاتة تلاتة فهنجي ناخد الرقم التاني سلب تلاتة هنا فلما نجي نقل له ازاي واحد على الرقم فانا قلناه واحد على سالب تلاتة بسالب واحد على التلاتة والارقم اللي معرف نفس الصف لما بدل السالب ستة والاربعة بيجوا ازاي بنقسمهم على سالب الرقم البفوت فسالب ستة على التلاتة يدينا سالب اتنين لانه وعين رقم بالسالب فلما نجي نحضت سالب يبقى مجاب سالب ستة على التلاتة فيها اسالب اتنين وي اربع على وايات على تلاتة باذا مظهرةين والارقم اللي معرف نفس العمود بنقسمه على الرقم نفس ومش على سالب اتنين فهنا السلاب ستة هنقسمها على السالب تلاتة يدينا اتنين زي ما وزيار یہا او العزισ high 13 سليب سالب 16 سالب 16 سنحسبه هذه كده هنقول اه ستة تلاتين على سلب تلاتة ساوي سلب اتناشر فهنقول سلب ترتاشر ناقص سلب اتناشر هيدينا كاما يدينا سلب واحد زي مواضيع نعدينا هنا هو سلب واحد تمام وكذلك الرقم اللي فوق والرقم اللي فوق وباقي ارقم وبعدين ناخد البيفوت التالت اللي هو سلب واحد وهنطبق معنا نفس الكلام هتتعادلنا في الاكر المصفوفة اللي هيدي و لو طلعنا منها التلت برا هتتحول معنا للشكل ده بس شكرا